أهلا براكم السؤال جميل وربما رسائل كثيرة جداً أراد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسلها للداخل المصري وللخارج ما هي أبرز هذه الرسائل؟ وإحنا في البداية لازم نعرف أن فيه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي وفيه استراتيجية بعيدة استشراف للمستقبل استشراف للتحديات اللي ممكن تواجهها الدولة المصرية وممكن يواجهها العالم ككل وتؤثر بشكل طبيعي على الدولة المصرية كان من أهم النقاط فيها اللي محطوطة اللي هو الوصول إلى الاكتفاء الزاتي في السلع الاستراتيجية الوصول الاكتفاء الزاتي ده مش هيجي غير من خلال توسيع الرقعة الزراعية بالنسبة للدولة وعمل مشروعات قومية كبرى نقدر أن احنا من خلالها نزرع فيها المنتجات الاستراتيجية السلع الاستراتيجية زي الأمح الأمح ده بالطبع سلع استراتيجية وإحنا شايفين إيه اللي حصل في العالم كله وتأثرت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية لأن روسيا وأوكرانيا هما من أكبر الدور المصدرة للأقناح فلهذا السبب تم البدء في إنشاء مشروعات كبرى لزراعة الأمح وخاصة في منطقة توشكة نحن عارفين إن توشكة من سنوات طويلة جدا العمل فيها كان شغال ولكن للأسف شديد ما كانش مسمر بشكل كبير لكن الدولة منذ عام 2014 السلعة الاستراتيجية بها الأمح وكذلك شرق العوينات فقدرنا خلال الوقت ده إنه يبقى عندنا بالفعل سلعة استراتيجية أنت قادر على إنك تزرعها في مصر قادر على إنك تعمل تسد الفجوة بين الاستيراد والداخل المصري وأيضاً أنت بتوفر عملة صعبة في وقت في أزمة بالنسبة للعملة في الوقت الحالي إذن الاستراتيجية اللي كانت بعيدة المدى بالفعل حققت أهدافها في الوقت الحالي ومش في الأمح بس إنك تزرع الأمح فقط ولكن إن يكون عندك برضو الصوامع القادرة على إنك تخزن فيها نسبة الأمح ولو شفنا مبارح يعني الحديث عن الهدر كان موجود في الأمح من خلال تخزينه المكشوف أو في خلال أو تخزينه في أماكن غير أمينة كان بيهدر نسبة كبيرة جداً من الأمح لكن إنت دلوقتي تقدر تخزن الأمح ويكون بكفاءة عالية ده برضو نتيجة للإستراتيجية اللي كانت موضوع يعني كل شيء موضوع ومعمول حسابه بشكل دقيق جداً من أجل الوصول إن إحنا نقدر في الوقت الحالي إن إحنا نمتلك الأمح بتاعنا فيه مقولة معروفة إن من يمتلك طعامه ويمتلك قراره فإحنا الدولة ماشية في هذا الإطار وماشية في هذا التخطيط بشكل كبير جداً من خلال توسيع الرقعة الزراعية إحنا هنشوف شفنا توشكة شفنا شرق العوينات شفنا مشروع مستقبل مصر ده مشروع عظيم الدلتة الجديدة فيه نقطة كمان ببالح ودي الشيح اللي تم أيضاً فيها زراعة الأمحة اللي هي حوالي عشر تلاف فدان في أسيوت إذا المعظم محافظات الجمهورية القادرة على زراعة المنتجات الاستراتيجية أو التي تقبل زراعة المنتجات الاستراتيجية الدولة بدأت تتعامل فيها وتتعامل فيها بشكل سريع جداً من أجل الوصول إلى الاكتفاءة ذاتي في السلع الاستراتيجية طيب أنا كنت عايزة أبتدي طبعاً كلامي مع حضرتك الأول إنه من يملك طعامه يملك قراره يعني ده أهم حاجة إحنا بنتكلم فيها إنه حراك في 2014 الدولة لما قرارت ننتج إحنا الأمحة ونزود إنتاجياتنا من المحاصيل الاستراتيجية ده كان قبل حتى الأزمة الأوكرانية الروسية إحنا النهاردة بنتكلم عن توفير مش بس فرص عمل مش بس عملة صعبة إحنا كمان إحنا كنا بنستورد بحوالي 450 دولار للطن فإحنا النهاردة لما بننتج مليون طن زيادة فده بيوفر لنا فعلاً عملة صعبة العيد المباشر على المواطن بقى يا فندم ده اللي عايزين نتكلم عنه عن فرص العمل عن إنشاء المصانع بجانب هذه الرقع الزراعية الجديدة عايزين نتكلم عن النقات دي ما هي المشروعات الاستراتيجية الكبيرة دي هو الهدف منها الوصول للاكتفايا الزاتي بجانب الوصول للاكتفايا الزاتي اللي هو توفير فرص عمل جديدة للشباب توفير فرص عمل مباشرة من اللي بيشتغل فيه المكان اللي هو شغال فيه من زراعة أو مصنع أو خلاف هو فرص عمل غير مباشرة اللي هي الدعم اللوجيستي اللي بيبقى موجود لهذا المشروع أو المصنع ده إذا بيتم فيه توفير فرص عمل كبيرة جداً للمواطنين على الجانب الآخر المواطن كمان بيبقاش فيه أزمات داخل الدولة وهو ده المطلوب أنه ما يحصلش أزمة داخل الدولة أزمة داخل الدولة بمعنى إيه فرضاً في أي وقت من الأوقات الدول اللي فيها صراعات مثلاً زي روسيا وأوكرانيا وقفت مثلاً تصدير الأمح للعالم على كل عش يعني فوصول لإن إحنا يبقى عندنا الأمح ووصول إن إحنا يبقى عندنا السلع الاستراتيجية دي فتقدر يبقى عندك اكتفاجاتي ما يبقاش فيه أزمة داخل الدولة بجانب أيضاً إن السعر العالمي بتاع الأمح طبعاً بيزيد وخلافه لكن إنت زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي لما بيتم الزراعة طبعاً في الأراضي المصرية التكلفة بتبقى أقل ما يبقاش فيه عملة صعبة كتير فإذا المشروعات أو العمل الاستراتيجي ودخول الفكر الاستراتيجي في التخطيط للدولة المصرية قدر إن هو يوفر كتير جداً يوفر فرص عمل يوفر فالعملة الصعبة يوفر أيضاً كل ما هو متاح للمواطن المصري يعني هو بيبقى المشروع محطوط أو الاستراتيجية واضحة وكل الأبعاد قيمة عليها أو دايرة عليها وبالفعل الكل بيستفيد والدولة بتستفيد من تلك المشروعات انت لقى من الفكرة دي إن الكل بيستفيد عايز أتكلم عن أهمية التخطيط النهاردة لما أعمل مشروع أو أزرع حاجة كده زي ما بيقولوا إيه شخص خد حتة أرض وزرع غير لما بيبقى فيه تخطيط من الدولة النهاردة عندي إنشاء مصانع بجوار مناطق زراعية فيه سلاسل إمداد فيه طرق فيه منظومة كاملة زي ما بيقولوا كده بالإبرة للساروخ صح كده بالزبط كلمنا عن أهمية التخطيط ده وفايدته بيوفر للدولة وعلى عائد الاقتصادي بتاعة هو انت لو شفت حضرتك كل المشروعات القومية اللي بتحصل في الدولة المصرية في الوقت أو من 2014 لغاية دلوقتي هتجد من المشروع موجود وجنبه المصار كل حاجة موجودة فيه هتلاقي فيه مصانع مثلا زي ما شفنا مبارح مصنع لإنتاج البطاطس هتلاقي فيه مصنع للكرتون هتلاقي فيه مصنع للورق ليه يبقى كل حاجة موجودة بحسن التغليف والإنتاج وكل حاجة تبقى موجودة في هذا المصنع هي بتطلع على العربيات وتنزل الأسواق أو يتم تصديرها للخارج وهو ده الاكتمال بتاع المشروع ككل طبعا أنا ممكن أخد المنتج اللي طالع من الأرض الزراعية وأسافر به مسافات طويلة جدا لغاية لما الوصول مثلا للعاصمة أو الوصول إلى محافظة أخرى وفي الوقت ده تقدر أن احنا هتستهلك وقت وهتستهلك طبعا مجهود وهتستهلك ممكن المواد دي تفسد من النقل أو فلهذا السبب كل مشروع مكتمل بذاته في مكانه هتلاقي على كافة المشروعات يعني حتى المزارع السمكية مثلا هتلاقي المزارع السمكية موجود فيها المزارع هتجد مصنع للتلج هتلاقي مصنع للعلف هتلاقي مصنع للفوم عشان كل حاجة المشروع بيبقى متكامل من كافة ودي الاستراتيجية المحطوطة زي ما بقول لحضرتك الاستفادة من كل الإمكانيات واستفادة من التعظيم عمل المشروع والاستفادة من المشروع نفسه ويكون مع توفير فرص عمل في كافة الاتجاه طيب احنا بنتكلم بقى عن الاستثمار دايما يعني ده النقطة المهمة جدا ايه إمكانية جذب الاستثمار الزراعي ان انا اجذب مستثمرين يفتحوا مصانع بجانب هدية الرقع الزراعية حاجة ان هما يبتدوا يعني بدلا ما احنا بنعتمد مثلا على المزارعين فقط لا لو فيه شركات تقدر انها تدخل تشارك في عملية الزراعة ايه الإمكانية يعني انا معرفش قوي بس ايه الإمكانية ان احنا نجذب مستثمرين يشارع لوعينات والتوشكة هو مبارح الرئيس تحدث في النقطة دي وقال ان احنا بنطالب ان يبقى فيه استثمارات ومستثمرين ان هما يقدروا ييجوا لمصر ويبتدوا استثمار والنقطة دي اللي قالها الرئيس في مشروع ودي الشيح قال ان فيه فترات طويلة جدا كان الامتاء يعني هي المشروع ده من زمان جدا لكن ما كانش فيه تخطيط سليم او فكر سليم لكن فيه احدى الشركات دخلت او احدى المستثمرين دخلوا وابتدوا يعملوا بشكل علمي او شكل مدروس وقدرت هذه المنطقة انها تحقق المرجو منها او المفلوب منها فيه في العديد من المشروعات الزراعية هتجد ان فيه بعض المستثمرين من العديد من دول العالم وخاصة يعني مثلا فيه في الصوب الزراعية انا اتذكر ان فيه شركات اسبانية فيه شركات من العديد من الدول اللي هي بدأت تساهم بشكل كبير في مشروعات الزراعية داخل الدولة المصرية وده طبعا بيفيد الدولة من المستثمرين وبوفيه عملة صعبة وبوفيه ايضا عملة صعبة للتصدير ودخول فكري جديد الى في مجال الزراع وطبعا بيتم اختيار طبعا لو المستثمرين جنب يتم اختيار الانسب للمكان يعني الشركات الانسب للمكان والانسب ان هي اللي زراعة منتجات معينة فاعتقد ان جذب المستثمرين في الوقت الحالي ده شيء هيفيد الدولة وطالب بيه الرئيس مبارح وانا شايف ان مصر في الوقت الحالي مصر دولة جاذبة للاستثمار يعني دولة جاذبة للاستثمار لان الاستثمار فيها امن يعني اي مستثمر بيجي بيحط استثماراته في دولة معينة يجب ان تكون هذه الدولة امنة تكون هذه الدولة فيها امن فيها نظام اقتصادي منضبط وهو ده اللي موجود في الدولة المصرية في الوقت الحالي كلمني عن احنا النهاردة بعد ما يعني بدأنا في حصاد مليون طن امح وصلنا لفين احنا كان الفجوة عندنا قد ايه وبعد المليون طن ده حيبق عندنا قد ايه هنقدر بعد كده نعمل ايه يعني هل فيه ارقام في هذه القصة هل هل نقدر نقلص الفارق ما بين الانتاج والاستهلاك والتصدير والاستيراد ولا دولة المصرية عامل ايه في هذا المنطقة هو اعتقد ان الخطوات اللي ماشي بيها الدولة هي خطوات طبعا فيه استراتيجية موضوعة وفيه خطة زمنية موضوعة للوصول الى الاكتفاء الزاتي لكن لازال طبعا فيه ان احنا الدولة بتستورد نسبة كبيرة من الامح من الخارج وبجانب طبعا فسا احنا بنتكلم في حوالي احنا كنا بنستورد انا اقول الارقام دي حوالي ومش اوب ديتد يعني ده اخر حاجة اتقارت ممكن تبقى عشرين اتنين وعشرين مثلا كنا بنستورد عشرين مليون طن احنا النهاردة بننتك حوالي تسعة وتمانية وعشرة مليون طن فاحنا قربنا لا مش قربنا احنا نص احنا نص بالفعل فالنهاردة طبعا المشاريع دي مهمة جدا جدا ان احنا لما نقلص الفجوة دي للنص ده رقم كبير جدا رقم كبير العشر مليون دول في وقت صغير كبير نخلي بالحضراتك دي في ازمنة اوقات زمنية قصيرة جدا ولسه فيه مشروعات تانية كتيرة يعني العمل مستمر فيها لتقليل الفجوة الوصول الى الاكتفاء زي طول ما الدولة بتعمل الوصول الى الاكتفاء الزاتي هتصل ولكن هي نسب يعني اوقات زمنية لغاية لما الفجوة بين الاستيراد وبين المنتج المحلي تتقلص نهائيا اذا فالعمل مستمر على الارض والعمل على كافة الاتجاهات زي ما قلنا وزي ما يعني شرحنا العديد من المشروعات بيتم فيها زراعة المنتجات الاستراتيجية او الامحة المصري فالدولة ماشية باستراتيجية وماشية بخطة والخطة يعني بتحقق نجاحات كل يوم في مجال الزراعة طيب احنا بنتكلم عن يعني النهاردة الدولة بتحاول كمان ان هي تقلل من استخدام الميافة فيه الرأي عن طريق التنقيت وفيه يمكن عندنا افكار كتيرة جدا جدا عشان اه ننتج يبقى عندنا انتاج لكن في نفس الوقت انتاجنا ده يبقى بامثل طريقة ممكنة تكلفته تبقى مش عالية قوي علينا الدراسات العلمية قد ايه مهمة ان احنا نخطط التخطيط الشامل عشان نشوف الرئيس دايما بيتكلم عن اهمية انتاج المحاصيل الاستراتيجية فالتخطيط اهميته ايه ده اول حاجة بنتكلم عنها والدراسات العلمية كمان ازاي بتفيد هذا التخطيط هو الرئيس مبارح قال جملة برضو مهمة جدا ان كل المشروعات اللي بتتم على الارض دي بناء على دراسة علمية وتخطيط علمي سليم زي ما المشروع يعني المشروع عندما يبدأ بتحط كل المراحل بتاعة هذا المشروع وكل التحديات اللي بتواجه هذا المشروع ومن اماها طبعا الراي هل الراي هيبقى بالتنقيد هل الراي هيبقى بالغمر طبعا على حسب الاستراتيجية الموضوعة او انواع الزراعات المزروعة لكن انا شايف ان في طبعا في الوقت الحالي مع تطور العلم في مجال الراي واستخدام احدث وسائل الراي في الدولة المصرية اعتقد ان الدولة ماشية بشكل سليم وبتخطيط علمي سليم جدا في مجال الراي في مجال الزراعة في كافة المجالات اللي هي مهتمة بالزراعة وبالانكل التحديات اللي موجودة وكيفية التغلب على التحديات دي للوصول الى النتائج اللي احنا شفناها مبارح وهنشوفها ان شاء الله في المستقبل في العديد من المشروعات الزراعية الاخرى على اي حال احنا بنتكلم عن مشروعات ربما يعني حتستمر لسنوات طويلة مش حاجة يعني النهاردة عملناها وحتى حتقفل بكرة بنتكلم عن مشروعات في قلب الصحرة احنا عمرنا الصحرة بالفعل وحولنا لونها من اللون الاصفر الى اللون الاخضر نتكلم عن مشروع في توشكا عن مشروع في شرع العواينات نتكلم عن مشروع جاب مليون طن قمع نتكلم عن مشروعات ايضا كل يوم بتوفر فرص عمل بتنتج نتكلم عن مشروعات متكاملة فيها مراحل مختلفة من المصانع للمزارع بحيث ان يبقى عندك الموضوع من الابرة للسلوك ما يبقاش الموضوع مجرد يعني ايه مشروع قائم بذاته مليون طن قمح الدولة المصرية قدرت ان هي تبدأ موسم الحصاد بتاعهم من باره الرئيس عبد الفتاح سيسي كان بالامس في منطقة شرق العواينات تكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل وكان بصحبتنا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جالية الأهرام اللي ابنوا شكرا جزيلا على هذا التوضي شكرا جزيلا أستاذ